موسيقى علينا أن نقر بأن الكتاب المقدس يخبرنا أن الله وديان الجميع ليست من الكلمات الشائعة في الثقافة المعاصرة انظروا إلى تكوين ثمانية عشر أخبرتكم أن الإصحاحات الأولى تقدم لنا المبادئ الأولية الرئيسية الله خالق السماء والأرض وخلقنا الله ذكرا وأنثى هذه المبادئ الأولية تقدم لنا وواحدة منها هي أن الله هو ديان كل الأرض في تكوين ثمانية عشر نجد إبراهيم يتفاوض مع الله يقول حاشا لك أن تفعل مثل هذا الأمر أن تميت البارة مع الأثيم فيكون البار كالأثيم حاشا لك أديان كل الأرض لا يصنع عدلا هناك حق حق موضوعي ويمكن معرفته وفي النهاية أنا وأنت سنقيم وفقا لحق الله هذا غير شائع أعرف أن هناك أناسا لديهم الكثير من التعليم والقوة والتأثير يعارضون هذا لكن يمكنني أن أقول لك إنه من المبادئ الأساسية أن الله القدير خالق السماء والأرض سيقيم رحلتك عبر الزمن هذا ليس تهديدا تعلمت ذلك من محكمة الشعب كان هناك بعض القضاء يقف بجانب الشعب أنا لا أعرفهم كلهم ففي نهاية كل حلقة ينطق القاضي بالحكم وكان دائما حكما من أجل أحدهم من أجل المدعي أو المتهم ولم يكن لم يكن القاضي في هذا الوقت غاضبا كان يحكم لصالح أحدهم فقط ها هي الصورة الأكبر إذا نظرت للأمر عش حياتك بطريقة تجعلك حين تقف بين يدي الخالق يكون حكمه لصالحك أنت أخبرني كيف أصل لهذا الأمر هذا ما أريد فعله والاستثمار فيه والتفكير فيه أيضا ووضع جميع أرصدتي فيه أريد أن يقول القضير أنا مع هذا الفتى كذلك أنت لذلك لا تخف من فكرة القضاء هذه ولكن افهمها حتى تستفيد منها دعوني أضيف فكرة أخرى يقول يحنى لأن الآب لا يدين أحدا بل قد أعطى كل الدينون للإبن لكي يكرم الجميع الإبن كما يكرمون الآب من لا يكرم الإبن لا يكرم الآب الذي أرسله لقد أوكل الله دينونة هذا العالم إلى ابنه أظنها استكمالا للفكرة المقدمة في فيليبي إثنان ليست في الملاحظات ولن أخذ الوقت في قراءتها يقول إنه بسبب الاختيارات التي اتخذها يسوع أعطاه الله اسما فوق كل اسم لكي تجثوا باسم يسوع كل ركبة من من في السماء ومن على الأرض أعطى الله منصب القضاء النهائي لابنه يسوع بسبب كل ما فعله فيما يخص البشرية وصار واحدا منا في التجسد أصبح واحدا منا وجاء في مهمة إنقاذ ليخلصنا من مكان لن نستطيع إنقاذ أنفسنا منه يفهم ما يعنيه أن تكون إنسانا فهو مؤهل يكون القاضي هذا يخبرنا عن تفرد يسوع ولماذا لا تؤدي الطرق لنفس الوجهة وليست المعتقدات كلها متشابهة هذه كلها مبادئ تتنازل عنها الكنيسة الأمريكية المعاصرة بخطا سريعة نفضل أن نحتضن نفضل أن يحتفل بنا على أن ننادي بتفرد يسوع وهذا ارتداد لا يجب أن نغضب أو نكون عدائيين لكن علينا أن نكون أكثر واعيا وقصدا هناك طريقتان أساسيتان يظهر بهم قضاء الله واحدة في التاريخ سنتحدث عنها لاحقا والأخرى في الأبدية القضاء الأبدي حين نخطو خارج الزمن إلى الأبدية واحدة من أول الأمور التي سنختبرها هي تقييم الله الفكرة هنا أنك تريد أن تعرف كيف تكون مستعدا في التاريخ دعونا نبدأ بهذا الله يأتي بالبركات أو يأتي بالدينون على الأجيال التالية وفقا للطريقة التي بها الأجيال السابقة قد قبلت واستجابت لله قد تنسحب قائلا أنا لا أحب هذا ولكن إن فكرت في الكتاب المقدس وما تعرفه عن أحداث التاريخ فقد قبلت هذا المبدأ بالفعل يستحق التفكير لكننا نرفضه لما له من تداعيات تداعيات نتيجة اختياراتنا واختيارات من سبقونا تعلم أنك بالفعل نتاج النظام العائلي الذي أتيت منه التفكير في الأمر غير مريح قليلا لكنك تملك تأثيرا هائلا على الأجيال اللاحقة والصور الكتابية توضح هذا ببساطة في تاريخ شعب إسرائيل شعب الله العهدي حين نقابل جيل الخروج الذين ظلوا لمئات السنين عبيدا ثم يعين الله ابنا لفرعون بالتبني فشلت عملية التبني ليكون قائدهم يحدث لقاء عند علقة متقدة ويقول الرب قد سمعت صراخ شعبي فنزلت لأنقذهم لقد ظلوا جيلا بعد جيل بعد جيل يحصلون على بركات نتيجة لما نجى منه هذا الجيل بعينه جيل الخروج موافقون؟ أولادهم وأحفاد أحفادهم لم ينشأوا بين الطين في مصر كعبيد بل في الأرض في الأرض التي وعدهم الله بها بحيث أن ما حدث لجيل واحد أتى بالبركات لأجيال عديدة موافقون؟ نرى المقابلة لتلك الحقيقة في السبي حين يدين الله اليهود بعد مئات السنوات اللاحقة كل السبيين الأشري سنة 721 والبابلي سنة 587 قبل الميلاد يقول الله لا يمكنكم العيش في الأرض التي وعدتكم بها ولا الحصول على امتيازات العهد بينما تتجاهلون أنتم العهد لذا سأطردكم من هذه الأرض وسأعطي لأعدائكم سلطانا عليها وهناك أجيال من اليهود قد عاشوا في بابل بسبب الاختيارات التي كانت للأجيال التي سبقتهم آمين نرى قضاء الله في التاريخ في الزمن أحد الأسئلة التي نطرحها بشكل متكرر منذ شهور حول الاختيارات التي نتخذها وماذا سوف تجلب للأجيال التي تتبعنا إذا اهتممنا بأنفسنا وامتلأنا بطموح أناني وهدفنا الحصول على كل خبرة يمكننا الوصول لها ونحن إذا كنا لا نركز على التقوى والقداسة والبر والطهارة فما هو تحديدا الميراث الذي نتركه للأجيال القادمة من بعدنا إذا عشنا بذراعنا فقط فما الذي نقوله بالضبط للأجيال القادمة من بعدنا لن أخذ الوقت كله اليوم لكي أستوفي الأمر تماما ولكن أعلموا أن قضاء الله يتداخل مع تاريخ البشر ولن يتنحى عنه هناك آيات كثيرة في الملاحظات خروج عشرين لا تصنع لك تمثالا منحوتا ولا صورة ما مما في السماء من فوق ما في الأرض من تحت وما في الماء من تحت الأرض لا تسجد لهن ولا تعبدهن لأني أنا الرب إلهك إله غيور أفتقد ذنوب الآباء في الأبناء في الجيل الثالث والرابع من مبغضي وأصنع إحسانا إلى ألوف من محبي وحافظي وصاياي يسهل أن تضايقك الكلمات لكن إن تأملت فيما تعرفه عن القصة ستدرك أنها صحيحة ينطبق الأمر أيضا على بركات الله للأبرار ويجب أن تعرف الجزء الآخر لا تركز على السلبي في مزمور 103 عدد 17 أما رحمة الرب فإلى الضهر والأبد على خائفيه وعدله على بني البنين لحافظي عهده وذاكري وصاياه ليعملوها نحن لدينا إيمان سطحي إيمان يركز على الخلاص الشخصي إنني أؤمن بهذا التجديد والخلاص والميلاد الثاني لا أقلل أبدا منه ولكن إن لم تختبره بعد فقد حان الوقت لكننا لم نتكلم عن ما يليه لم نتكلم عن النمو في الإيمان الاستثمار في أولادنا وأساسيات ملكوت الله وما يعنيه أن تكرمه وتكون نقياً معه لتحيا باستقامة وأمانة في عينيه لم يكن الأمر في أولويات أفكارنا إن شغلنا وركزنا أكثر على الخبرات والفرص والواقع هو أننا لا نحب أبناءنا الواقع أن قلوبنا مبتعدة كل البعد عن الله والرسائل تدعون للعودة حتى صرنا عالقين في التيار وبدأ الله يزعزع نرى الأنظمة حولنا ترتجف ولا ناثق في المعلومات التي تصلنا نرى الاضطراب الاقتصادية يهدد قدرتنا على توقع المستقبل نحن نسمع الدعاية ثم نرى الرقابة وأمور كنا نظنها مقدسة ليس بمفهوم ديني لكن لكونها منيعة ثم نراها أصبحت هشة للغاية ونرى أنها تتضاعف في أرجاء الأرض ونقول ماذا يحدث سأخبركم في رأي ما أظنه يحدث هو أن الله يقول لشعبه انظروا هنا انظروا لمن لا يتزعزع لقد كنتم مشهولين ومرتبكين ومنخرطين جدا فيما هو وقتي إن المشكلة ليست في قلوب الخطى يجب أن نتغير إذا تغيرنا سنرى الله يغير مسار الأمم أؤمن بهذا أحيانا نضل عندما نتحدث عن المسيحية أو تبعية المسيح الهدف من هذه العلاقة مع يسوع أن تجلب الحرية لحياتنا ولا يريد أن يحدك أو يقللك أو يأخذ منك شيئا يسوع يجلب الحرية وهذا هو الهدف من هذه الدراسة أن تتحرر من القلق يسوع قال لنا بشكل مباشر لا تقلقوا قد تساعد دراسة أصل الكلمة لا أفعل هذا كثيرا لكن هنا قد يساعد التعبيرات الرنانة في أصل الكلمة في الإنجليزية القديمة الكلمة تعني يختنق وفي الإنجليزية الوسطى تعني الإمساك بالحلق مثلما يمسك الذئب بالخروف من حلقه عندما يهاجمه بحلول القرن السادس عشر تم تقلصها لتعني المضايقة أو الهجوم وفي تعريفها الحالي القلق هو الشعور بالهم والاضطراب وعدم الارتياح ولكن أحب هذا التقدم لأن تأثير القلق الحقيقي على حياتك أو حياتي يطبق على حلقنا يشنقنا ويخنقنا ويقلل من فاعليتنا ويختازل وعينا بعالمنا يمنحنا مشاعر غامرة بما يمكن أن يكون ويحجب حقيقة أين نحن ومن نحن قرأنا في متى ستة تعليق يسوع عن القلق أربع مرات في النص يفحص تمسكنا بالقلق فيقول لا تفعل ذلك لا تهتم بما تلبسون وما تأكلون ولا بما تشربون ولا أين تعيشون هو لا يقول إنها أمور ليست هامة في حياتنا بل إن القلق بشأنها غير لائق وكثيراً ولا سيما المتدينين منا يمكننا تبرير قلقنا وخوفنا وانشغالنا فنقول نحن نفعل أمور الرب أمور كثيرة نغطيها في طلبات الصلاة بالاهتمامات الكتابية ونغلفها في تعبيرات مستخدمين كل أنواع الكلمات الروحية والواقع هو أننا غير مهتمين بملكوت الله نحن ندفع بأفكارنا ونغلفها بكل أنواع اللغة الهدامة هذا أفضل سيناريو للقلق الأسوأ سيضعف إيمانك وسيجعلك غير مثمر تذكر مثل الزارع يسوع تكلم عن زارع خرج ليبذر ووقعت البذار على أنواع مختلفة من الأراضي لقد تكلم عن نوع من الأراضي في متى 13-22 يقول الكتاب والمزروع بين الشوك هو الذي يسمع الكلمة وهم هذا العالم وغرور الغنى يخنق عن الكلمة فيصير بلا ثمر هذا تعرفنا عن القلق يمكنه أن يخنق تأثير كلمة الله وهذا يحذرني إذا أعطيت للقلق مكانا في قلبي إذا رعيته ونميته ولم أنتبه له ولم أتعامل معه فإنه سوف يخنق تأثير كلمة الله هذا لا يمكننا تحمله وإليك دعوة يسوع أخبرنا بالحق قال لا تقلق ويجب أن لا نقلق وإن اخترنا أن نقلق فقد اخترنا أمرا غير لائق وأفضل علاج كتابي لذلك هو التوبة سأختم وأرجو أن تصلي صلاة معي لنتوب فقط أعطينا القلق مساحة في قلوبنا ووقتنا وحياتنا مستعد؟ لنصلي أبانا أشكرك من أجل كلماتك نقبلها لأنها الحق أشكرك على الطريق الذي تفتحه أمامنا للسلام والحرية والرجاء والفرح نريد أن نتوقف ونقول آسفون ولنتوب اغفر لنا لأننا تسلمنا زمام حياتنا وكنا نقلق حول أمور وقتية ملأت قلوبنا وأيقظتنا بالليل وقلصت من علاقتنا بك نتوب عن ذلك اغفر لنا وفي توبتنا لا نقبل غفرانك فحسب بل سيادتك على حياتنا يا روح الله ساعدنا أن نسير في الطريق الجديد في اسم يسوع آمين أنا أعتقد أننا أحيانا كثيرا نتردد في التعاون مع الروح القدس وأكثر من ذلك أننا مترددون في مجرد دعوته نحاول أن نتعامل معه كما لو كان ضيفا قد أتى للزيارة ونأمل أن يغادر وهذا فهم مؤسف للغاية قال يسوع إنه خير لكم أن أنطلق لأنه إن لم أنطلق لا يأتيكم المعزي لنصلي صلاة بسيطة لكي نطلب من الروح القدس أن يساعدنا نحن بحاجة إليه دعنا نصلي أيها الآب أشكرك لأنك تحبنا وأنك لم ترسل ابنك فقط بل أرسلت إلينا روحك يسكن فينا اغفر لنا ترددنا أو عدم رغبتنا أو عدم تعاوننا نفتح قلوبنا لك اليوم ونحن بحاجة لمساعدتك نحتاج إلى توجيهك وبصيراتك وفهمك وقوتك نرحب بك في حياتنا وأشكرك على ما أعدت لنا من خير باسم يسوع آمين كرسي قضاء المسيح في كورينثوس لابد أننا جميعاً نظهر في اليونانية تعني نقف مكشوفين والمعنى هنا أوفى لأنه ليس أنك ستظهر بل كل ما يتعلق بشخصك وحياتك وأفكارك ودوافعك سينكشف لم أكن صريحاً مع الشرطي تخطيت السرعة ولكن هذا طبيعي حين تقف أمام الرب ستنكشف كل الأشياء أمام كرسي المسيح لينال كل واحد ما كان بالجسد بحسب ما صنع خيراً كان أم شراً عدنا إلى هذه المعادلة بين الزمن وبين الأبدية ولديك وقت قليل جداً في هذه المرحلة تحديداً وهي الخيمة الأرضية فلتعلم أنك مخلوق أبدي وروح الله فيك ولكن ستقيم وفقاً لما اخترت فعله بحياتك تحت الشمس سوف نقف جميعاً أمام الرب بطرس الأولى وإن كنتم تدعون أباً الذي يحكم بغير محابا حسب عمل كل واحد فسيروا زمن غربتكم بخوف نحن غرباء يقول الكتاب المقدس أننا غرباء نحن مخلوقات عابرة لقد سافرت كثيراً وعشت وقمت بزيارة دول عديدة ولم أرغب أبداً في تغيير جنسيتي أفتن بطعام الشارع يختلف كثيراً عما لدينا إقامتنا مؤقتة وبعضنا يعيش أكثر مما ينبغي إذا كان الأشخاص الذين يعرفونك ويتعاملون معك والذين تختار أن تقضي وقتك معهم يجلسون معك في مدرجات الملاعب أو يقفون بجانبك بينما تنتظر خروج أولادك إذا كان الأشخاص الذين تتفاعلوا معهم في حياتك ما زالوا لا يفهمون أنك سفير ليسوع النصري طوال حياتك الدنيا فما هو بالضبط الذي تظنه اعتمادك؟ هل هو المكان الذي تجلس فيه في الكنيسة يوم الأحد؟ أمر على قسم الفواكه في المتجر لكني لا أتبع نظاماً صحياً فأنا أمر على الحلوى أيضاً أتفهمون؟ يجب العمل على توافق مع حياتنا بأكملها ونحن لم نتحدث عن الأمر بما يكفي لم يكن بهذه الأهمية لأننا اعتقدنا أنه بالصلاة سيصبح كل شيء جيد دون الحاجة لوجود أي نية أعتذر أنا لا أريدكم أن تعيشوا في هذا التخيل كلنا مقصرون ونصارع وما زلنا نتغير ولا أضيف لإحساسكم بالذنب ولكن لا أريدكم أن تستمروا في ضباب الارتباك فلتطلبوا يسوع ولتقولوا له لو كان في أي أمر يفصلني عن الأفضل لديك فساعدني لكي أستطيع أن أراه أريد أن أكرمك إن كان في حياتي جزء لا يكرمك ساعدني لأراه صلي هذه الصلوات لماذا؟ لأن الأمر مهم تقول عمل الله مغلق بالنسبة لي هذا تصريح غريب حقا لا أحد مثالي مفهوم ولكن إن سمعت محاضرة عن التوبة فلا مجال للتخاذل لنتابع بطرس الأولى أربعة لأنه الوقت لابتداء القضاء من بيت الله هذا ما أخبرتكم به عن أمتنا مشكلتنا ليست في من أنتخب أو لا أو من يخدم هذه ليست مشكلتنا إنه شعب الله ابتداء القضاء من بيت الله فإن كان أولا منه فما هي نهاية الذين لا يطيعون إنجيل الله وإن كان البر بالجهد يخلص فالفاجر والخاطئ أين يظهران؟ سأحاول الآن أن ألخص الأمر من أجل الوقت السمات الرئيسية لنقطة القضاء أن كل مننا سيجيب عن نفسه كل واحد سيجيب عن نفسه ستعطى حسابا وأنا سأعطى حسابا أمام رب الكل عن الاختيارات التي أخذناها في الجسد ثانيا هناك فئتان فقط يتم عرضهما الخير والشر هذا مهم لأن في عالمنا اليوم هناك جهود هائلة تبذل لمضاعفة هذه الفئات في كل شيء تفعله إعادة تعريف ولغة وكلمات وأشياء لا يعاد تعريفها لا أحد يريد أن يقيد أتعرفون ما هذا؟ تمرد لن نعتزم أن نسمع أن هناك صوابا وخطأ لن نقبل هذا من تكلم عن الصواب والخطأ؟ الخالق ليس عليك أن تصدق؟ لا علاقة برأيي أنا لست القاضي لست من ستعطون حسابا له ولكنكم ستقفون أمام الخالق وحياتنا وأفعالنا ستقيم من حيث الصواب والخطأ لقد استبعد يسوع الحيادية سبب ما لدينا من شغف ورغبة في مشاركة محبة الله مع الآخرين هو أن يسوع سيقبل أي شخص من أي أمة أو عرق أو قبيلة لكنه الخط الفاصل في التاريخ ثالثا أخبركم أن هذا ليس قضاء بالدينونة لكنه اختبار لطريقة عيشك لحياتك ليس حكما بالسماء أو الجحيم عندها يقول الجميع إذن فلنحتفل فلنحتفل أتفهمون أنكم ستقضون غالبية وجودكم في الأبدية وفرصكم في الأبدية مرتبطة بما اخترت فعله في الزمن لدينا هذا الفكر المغلوط أن خدمة الله كريهة ومرهقة ومزعجة ومقيدة هذا خطأ هذه كذب من الجحيم يقول الكتاب المقدس إن ما لدينا هو عربون هو جزء من الاستثمار لما ستكون عليه خدمة الرب للأبد في كل قوته وفي كل مجده وفي كل بهائه بجسد جديد لا يعرف محدودية الجسد الحالي بفرص جديدة وصلاحيات جديدة أريد أن أكون جزءا من هذا فرصكم هناك سوف تحددها اختياراتكم لماذا لا ننقي أنفسنا الآن لماذا نقول لا للشر لأننا نريد فرصا هناك لماذا نقاوم التجارب لأنه هناك الأفضل لنا إن فعلنا لقد أتبرنا إيماننا كحمل وحد وقيد وكأننا ربطنا به في وقت ما ولا نريده ولكن هذه الرسالة خادعة بالتأكيد التقوى والقداسة والطهارة والبر سيطلقون شيئا بداخلك يحمل ثمرا إلى أبد الآبدين نريد تدريب أطفالنا على ذلك لا يريدون الكنيسة ولا أن يغسلوا أسنانهم أو حتى الاستحمام أو ارتداء ملابس جديدة أو أن يقولوا شكرا لقد دربتموهم على هذه الأمور لأننا نعيش في الجنوب لا ألمح أن في الشمال لا يغسلون أسنانهم نحن نستعد لأمر ما وأثناء ذلك نحن في مهمة وتم تجنيدنا يقول الإنجيل أن الجنود لا يرتبكون بأعمال الحياة والجميع يركضون للفوز بالجائزة ويبدو لي أننا لم نركض لننال الجائزة كنت أحب كرة السلة في الثانوية كنت في فريق المدرسة وجاءني المدرب قائلا هل ستلعب هذا الخريف؟ قلت نعم فقال إذن ستجري مسافات طويلة أجبته أنا لا أرغب في الركض فقال ألن ستركض لم أكن ذكيا فأجبته أريد لعب السلة فقال ليس إذا لم تركض في أول يوم كان علينا أن نجري أميالا بجوار الطريق وهو يتبعنا بسيارته قلت يا له من كسول يا له من كسول ثم فهمت الأمر سريعا في يوم السباق لم يمكنه القيادة حولنا كنت أجري بعيدا عنه ثم أمشي كان ماه ساعة لم يخبرني بالسرعة المطلوبة التمرد هو الكلمة الصحيحة لم يكن تدريبا جيدا أظن الكثيرين لديهم نفس التصور عن الرب يكفي أن نكون أتقياء في جانب لأنه لن ينتبه للجوانب الأخرى المدرد ماه ساعة كنت أحتاج التقويم بأكمله إن المشورة الكتابية لنا هي ركض حتى تنال الجائزة كف عن إظهار صورتك لي في خط البداية تبدو رائعا ولديك بدل التمرين جديدة وحذاء جديد وشعرك مرتب دعني أخبرك أنه عند وصولك لخط النهاية ستكون مجروحا الحياة أصعب مما أريد الحفاظ على الإيمان ليس سهلا النتيجة تستحق النتيجة تستحق النتيجة تستحق لا أريد أن يرهب أي تابع للمسيح من القضاء يوما ما سنقف أمام الملك ونعطى حسابا لا يجب أن يكون أمرا مخيفا بل أمرا نخطط له ونحضر له ونقضي حياتنا نستعد له جيدا فيمكننا أن نتوقع قضاءا في صالحنا يمكنه أن يكون وقتا مكافأة واحتفال ونصر عظيم لا تخف منه استعد لنصلي قبل الختام أبانا أشكرك من أجل كلماتك والحق الذي تجلبه لنا أنك أعطيتنا رؤية واضحة عما هو آت حتى نكون مستعدين أصلي من أجل كل شخص يسمعني أن نتصرف بطريقة تجعله حين تخور قوانا وتصل أيامنا على الأرض إلى نهايتها ترحب بنا قائلا نعما أشكرك لأجل هذا باسم يسوع آمين الرب يبارككم شكرا لمتابعتك لبرنامجنا خدمات ألين جاكسون أصلي أن تكون هذه الحلقة سبب بركة لحياتك يمكنك متابعة كل الحلقات من خلال موقعنا الإلكتروني www.melakotsad.com أو www.kingdomsad.com ومن خلال التطبيق كينجدوم داش ساد إذا كانت لديك أسئلة عن هذه الحلقة أو عن الإيمان المسيحي أو إذا كانت لديك طلبة صلاة تواصل معنا info at melakotsad.com وعلى واتس أب وفايبر بلاس واحد أربعة صفر أربعة تمانية خمسة واحد أربعة تسعة اتنين واحد والرب يباركك ترجمة نانسي قنقر